الفرص المتاحة للحاصل على إقامة مؤقتة فرص الإقامات اللي بعد كده اللي ممكن يحصل عليها اللي حصل على إقامة مؤقتة ممتاز جدا أنا بقى النصيحة اللي بوجهها لكل الناس أيا كانت جنسيته إيه سواء سوري عراقي مصري أي واحد من الجنسية العربية لو سمحت لو حصلت على الإقامة المؤقتة الإقامة المؤقتة مش زي اللجوء اللجوء صعب سحبه اللجوء مش سهل بيتسحب لأن إلا لازم يكون الشخص ارتكب جريمة جنائية كبيرة جدا ولكن الحماية المؤقتة ممكن لو الأوضاع تحسنت ببلدك أو السبب اللي أنت أخدت عليه حماية مؤقتة وقف السبب دراح السبب دراح يعني لو قلنا مثلا واحد كان مريض وبقى كويس فأي وقت ممكن تتسحب منك ويطلبه منك أن أنت ترجع على بلدك المطلوب من الأشخاص من فضلكم أي واحد مع حماية مؤقتة بقاله أربع سنين فيما فوق يعني من أول أربع سنين دور على أي مكتب محامي خاص يعجبك وإعمل فيه استشارة قانونية علشان تشوف إيه الطريقة اللي أنت تقدر تبدل فيها الإقامة بتاعتك ليه إقامة أوروبية الإقامة الأوروبية هي أفضل إقامة موجودة بالنمسا بيكون الشخص كأنه نمساوي موجود يعني بيحصل على كل الحقوق بتاعته يعني هو في فرق بين اللجوء أو الحماية المؤقتة والإقامة الأوروبية دي أولا من حقه ينزل على بلده بيها من حقه يغادر فترة طويلة للبلد ويرجع تاني لا الإقامة الأوروبية ما تتقارنش بأي إقامة تانية هي ممتازة جدا بس أنت هي أبرز حاجتين فيهم أنت محتاجهم مستوى اللغة نعم تمام والشغل فأنت لو بقالك أربع سنين هنا من فضلك ما تطولش المدة عن كده وروح اسأل حد تقدر إزاي تحصل عليها لأن برضو التالت شرط ليها أن يكون بقالك خمس سنين في البلد فأنت قبل ما تكمل الخمس سنين اسأل عشان تشوف لو في حاجة نقصاك تقدر تعملها عشان تقدر تحصل عليها يعني ده يكون خاص باللي حصل على اللجوء سواء حصل على اللجوء من البداية وجدد خد ثلاث سنين زي بحضرتك قلت في البداية إن ده بيأخذ ثلاث سنين بعد كده بيجدد اللجوء بتاعه أول ما يكمل خمس سنين بعد التجديد التاني يلجأ لمكتب محامي أين كان اللي هو عايزه ويروح يقدم فيه عشان يعمل الإقامة الأوروبية بالزبط بالنسبة لللي عنده الحماية المؤقتة يبقى بيغد سنة سنتين في سنتين وبعد السنتين دول في خلالهم يكون عمل البيأينز ويلجأ لل للإقامة لل للمحامي يلجأ للمحامي للحصول على الإقامة الأوروبية تمام بالزبط بالزبط نصحتي كمان أكتر للعراقيين لو سمحتم اللي معها حماية مؤقتة وبقاله دولتي 7-8 سنين وما فكرش ان هو ينقل منها يفضل ان هو يحولها لإقامة أوروبية انه وضع العراق زي ما بنشوف بيقوله كويس ممكن في أي وقت يقولك مش هجددلك الإقامة تاني خاصة لو الشخص ما كانش عنده اندماج قوي يعني أولاد في المدارس أو لغة أو شغل وهكذا عشان كده الشخص لما ياخد الإقامة يريد يشتغل على نفسه كتير انه يطور من نوع الإقامة بتاعته طبعا وافضل وافضل لو حصل على الجنسية يكون عنده شغل عنده لغة عنده اندماج قوي جدا عشان تكون فرصة بقاءه بالنمسا تكون قوية والنقطة احنا قلناها في عجالة بس انا حابب ان حضرتك توضحها تاني امتى يمكن للسلطات انها تسحب اللجوء مرة تانية من اللي حصل على اللجوء وفي الحالة دي هيتم ترحيله صح؟ حسب هو أي دولة يعني اذا شخص سوري وارتكب جريمة مثلا كيبي نقول مثلا تهريب او خناقة او مشاجر اي حاجة تمام ممكن يتسحب لجوءه ممكن ما يتسحبش لجوءه تمام اذا تسحب لجوءه لا السوري مش هيترحل ممكن ياخد اقامة دولدونج ويبقى موجود بالبلد بس من حقه ولا يشتغل ولا يعمل اي شيء ده لو استحبوا اقامته ساعات بيحصل حاجة تاني برضو بتكون صعبة جدا على الشخص ما بيسحبش اللجوء بتاعك لو انت ارتكبت جريمة بس بيسحب جواز صفرك ياخد منك جواز الصفر فهو كده حصرك في النمسا ممنوع تطلع عبارات النمسا تفضل قاعد محبوس جوه النمسا ده دوت لو واحد عنده لجوء فممكن واحد لو ارتكب جريمة ممكن يسحبه لجوءه وممكن ما يسحبوش حسب هو صعوبة الجريمة اللي هو ارتكبها ايه وحسب موقفه القانوني فيها ايه وهكذا يعني خلينا نقول لو هي جريمة جنائية وجريمة يعني كبيرة اكيد هيكون للسلطات موقف عن موضوع الجنح الحاجات الصغيرة طيب معنا اتصال ترجمة نانسي قنقر